من خلال دوره البارز في تحديد معالم الحراك الجزائري عبر تصريحاته المستمرة وتعليقاته المثيرة على مجريات الأحداث الفريق أحمد جيد صالح شخصية محورية في الأزمة الجزائرية كان من المخلصين لسدة الرئيس المستقيل الذي عينه قائدا لأركان الجيش عام 2004 ليصبح من الشخصيات الأكثر نفوضا في البلاد وتعززت سلطته بعد تعيينه نائبا لوزير الدفاع ويؤكد مراقبون أن بوتفليقة منحه هذا المنصب الوزاري مقابل دعمه في مواجهة جزء من القسم الأمنية الذي كان يعارض ترشح بوتفليقة لولاية رابعة في 2014 بعد عام من إصابته بالجلطة ومع تنامي حدة الاحتجاجات اعتمد الجيد صالح خطابا أكثر ليونه معلنا أن الجيش يتقسم القيم والمبادئ نفسها مع الشعب وعبر عن تأييده التام لمطالب الشارع الجزائري وتطلعاته المشروعة انطلاقا من قناعته النابعة من تمسكه بشرعية الدستورية وأن الشعب هو المصدر الوحيد والأوحد للسلطة في خطوة يراها المراقبون محاولة من الجيش لتقرب من الشارع وحذر الجيد صالح في خرجته الإعلامية المتواترة من الوقوع في فراغ دستوري من خلال اعتماد مخططات يقول إنها مشبوهة ترمي إلى زعزعة استقرار البلاد وفي السادس والعشرين من مارس قدم رئيس أركان الجيش اقتراحه الذي شكل مفاجأة وغير مجرى الأحداث حيث طالب بالتطبيق الفوري للمادة مئة واثنتين من الدستور التي تؤدي إلى إعلان عجز رئيس الجمهورية عن ممارسة مهامه بسبب المرض واستمر في التشديد على تنفيذ هذا الحل الدستوري إلى حين إبلاغ بتفليقة للمجلس الدستوري باستقالته وتنحيه رسميا عن الحكم انتصار شعبي يصعد من حجم التخمينات حول ما ستقول إليه الأمور بعد تنحي عبد العزيز بتفليقة عن منصب الرئاسة ويطرح تساؤلات جمّة حول ما إذا سيظل أحمد قيد صالح باعتباره رئيسا لأركان الجيش على نهجه مناصرا لمطالب الشعب الجزائري على حد تعبيره أم سيتبنى استراتيجية مغيرة لسيما في ظل المطالب المتصاعدة بإسقاط النظام برمته ونهج سبيل الديمقراطية ترجمة نانسي قنقر